هلو هلو ازايكم يا حلوين عاملين اي رب تكونوا بخير فيديو النهاردة سريع جدا انا مش هطول فيه خالص هو حاجة انا اكتشفتها جمدة جدا جدا هو بالمرز بادي لوشن بالكوكو بيتر او بزبدة الكاكاو هو بادي لوشن للبشرة الجفة و بينعم البشرة جدا 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 هو الملمس بتاعه تقيل شوية انا جايبيه عشان ترتيب عادي جدا انا مش في دماغي خالص خالص ان هو بيعالج اجزيمة او بيعالج اي حاجة للبشرة انا كان عندي اجزيمة في يدي يعني زي بقعة كده بتطلع لي كل فترة يعني من ساعة ولادة ابن التاني بتطلع لي مش عارفة ليه مش عارفة ايه سببها بصراحة بس هي بتطلع لي كده بتبقى مدورة كده وخشنة جدا 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 فيها زي تشققات كده وخشنة قوي وساعات بتخليني ان انا عايزة اهرش فيها يعني فطبعا غمقت المنطقة دي جدا جدا هي راحت مني قبل كده استخدمت لها بقى كل الكريمات اللي انتوا شايفينها دي استخدمت لها كينا كومب استخدمت لها فيتامين اي اللي هو الاصلي جايبة من امريكا كمان استخدمت فازلين هي قبل كده راحت مني اكتر من مرة لما استخدمت لها كينا كومب اللي هو الجيل مش الكريم بجد كان حلو جدا هو طبعا بيقولوا انه هو فيه كورتزون وحاجات زي كده بس انا استخدمت لها اكتر من مرة فكان كويس معايا فالفترة دي طلعت لي تاني وطلعت لي في كذا مكان يعني تحت كذا صبوع من صابعي بلاقي في العلامة دي مش عارفة بقى ده من غسيل الموعين ولا هي اجزيمة موجودة خلاص في جسمي يعني بتجي لي كل فترة فخلاص كنت هقول انا رايحة للدكتور ومحتاجة اني اروح للدكتور جلدية لان كده خلاص بقى كده الموضوع زاد عن حد جدا فحبيت ان انا اروح للدكتور جلدية فخلاص يعني انا قلت الجوز دي وكان المفروض هيوديني في الويك اند يعني انا من فترة كده اللوشن ده عندي جايبها على الاساس دي ما قلت لكم ان هو ترتيب وكده مكنتش باستخدمه بقى لي فترة يعني بجيب حاجات تانية فباركن الحاجات القديمة فمش باستخدمه فلقيتوا موجودة عندي على تصريحة بتاعتي فقلت ايه ده طب ما انا ممكن اجرب ده عادي كترتيب يعني قلت ممكن يكون ترتيبه زيادة هيبقى حلو معايا لما احطه على الاجزيمة دي فبجد جربته بالليل يعني حطيته على الاجزيمة او على العلامة اللي عندي دي تاني يوم الصبح ببص لقيت الموضوع خاف يعني الدنيا فردت شوية الكرمشة دي فردت شوية تبع عليه 24 hour مترايزنج يعني بيرطب لمدة 24 ساعة كل ده انا عرفاه فبقلب في ظهر اللوشن كده ببص لقيت مكتوب عليه مناسب للبشرة المعرضة للاصابة بالاجزيمة لا فبجد قلت ايه ده يعني معقولة ده بيعالج الناس اللي عندهم اجزيمة او البشرة اللي معرضة للنهية تبقى فيها اجزيمة ده انا لا انا بجد هكمل عليه واشوف الدنيا ماشي ازاي لانا مش هروح خلاص يا جماعة لدكتور جلدية انا هشوف الدنيا ماشي ازاي فاللوشن ده بجد حلو وبيرطب وكمان بيعالج الاجزيمة وكمان ريحته حلوة كوكو بتر اللي هو يعني ريحته عملة زي الشوكلت كده او الكاكاو وطبعا زبدة كاكاو يعني فارحته حلوة يا جميل انا مش عارفة ازاي بقى لي فترة انا بقى لي بتاع شهرين تلاتة حطه على التسريح كده مش باجي جنبه يعني مش بستخدمه اصلا لاني عندي بقى حاجات تانية كل ما بيطلع حاجات جديدة انا باشتريها وباركن بقى حاجات يعني يفهميني فده مش صحة خالص انت لازم تستخدمي كل الحاجات الموجودة عندك وبكده خلاص انا قلتلكم كل تجربتي عن لوشن بالمرز وبكده فيديو النهارده يكون خالص يا ربي يكون عجبكم لقول مرة بتشوفوا مامتي سينة شانل اعملوا سبسكرايب للقناة فعلى علامة الجرس للكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد بعمله ولايك وكومنت عشان تقولولي رأيكم في الفيديو متشكرة لكم جدا باي باي